يا أهلاً بكل حضراتكم في تاني وآخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة من عشر الصبح في الأهلي هنتكلم عن موضوع أعتقد مهم الناس كتير وخصوصاً الأهالي اللي عندهم أطفال في سن المراقق وبيشتكوا من السمنة وتحديداً السمنة المفرطة النهاردة هنتكلم عن السمنة وانعكستها الغير طيبة بالمرة على المراهقين وكمان على كبار السن وكلام هكون مع دكتورة دين أبو السعود اللي بتنورنا دايماً في برنامجنا صباح الفل عليك صباح الخير يا كتيري، الحمد لله كله تمام يا رب دايماً في أحسن حال قبل ما نوصل لكبار السن تعالي نبتدي بالمراهقين لأن أكيد فكرة السمنة في المرحلة السنية دي بصفة خاصة وهي المرحلة اللي كلها انطلاق وحيوية ويعني المفروض صح فبتزعل المراهقين وبتزعل أهليهم عليهم تعالي نبتدي بسمنة المراهقين أولاً والمشكلة دلوقتي بقى الموضوع very wide range عندما تجد كمية المراهقين أو السن المراهقة أو السن الشباب overweight بطريقة مش طبيعية المفروض أن الأهل تبقى مركزة وهم سن أقل أو من هم أطفال هم بيأكلوا إيه ممكن تبقى بعض الأسباب وراسية فيبقوا مركزين جداً في الأكل بتاعهم أسباب السمنة عند المراهقين أكيد سوء التغذية أكيد سوء التغذية رقم واحد كمية السكرات اللي بتتاخد قلة شرب الميا قلة الحرقة لازم في الوقت ده الشباب يتحرك كتير كثرة أكل اللحوم المصنعة برجرات وهداجز وسوسات كل الحاجات دي بتأدي إلى سمنة عند المراهقين وتلاقي كمان أن هم بيأكلوا بالليل واجبات فيها كالوريس كتير جداً وبيناموا كل الحاجات دي بتأدي إلى سمنة وانعكاسهم على سن الشباب أو سن المراهقلة انعكاسات خطيرة جداً لو هكلم على انعكاسات النفسية أكيد بيجي ديبراشن أكيد بيجي عدم ثقة بالنفس أكيد بيجي أنا مش عايز أنزل أنا مش عايز أنزل أنا مش عارفة ألبس صحابي البنات كلهم عارفين يلبس وأنا الوحيدة لشكل وحش هنبتدي نروح الجامعة مكسوفين برضو من شكلنا هنبتدي عايزين نشتغل المظهر الخارجي مهم جداً لو أنا نازل أقدم على أي شغل كل الحاجات دي بتأثر جداً بالسلم وبقول للبنات يخلوا بالهم جداً من موضوع السمنة في وقت السن بتاعهم أو سن الشباب لأن لو في سمنة وأقبلوا على الجواز ممكن يحصل أن الحمل يتأخر بسبب تكايوسات المبايت السمنة ممكن تؤدي لجوز تكايوسات المبايت أه طبعاً عشان كده لو حد واحدة شوية مليانة الدكتور قوي يقولها لازم تخس وأضرار السمنة في السن ده أنه بيعرضهم للإصابة بأمراض القلب بعد ذلك؟ بيعرضهم أن الكوليسترول يعلى بيعرضهم أن هرمون الإنسلين بيعلى لأن أنا لو قاعدت أكل سكريات كتير هرمون الإنسلين هيفضل عالي على طول عشان يحمي الدم من الزيادة بتاعة السكر أي وانس ان هرمون الإنسلين عالي زيادة عن نظوم خلاص انا الهرمون ده هو المسؤول عن تخزين دهون في الخلايا هيبع عندي دهون في البطن دهون في الأرضاف دهون في الدراعات كل الحاجات دي فلازم يبقى عندنا وعي والأهالي يبقى عندها وعي شديد على أطفالهم عشان لما يكبروا ما يدخلوش في مشاكل صحية ونفسية طيب ده بالنسبة لسمنة المراهقين والمراهقات بالنسبة لكبار السن أصلا كبار السن يعني فيه مراحل سنية معينة عايزة معاملة ده لكتقوي في كل تفاصيل حياتهم صح فأكيد لما يكون عندهم مشكلة مع السمنة الموضوع ما يبقاش سهل كبار السنة يبقى فيه شوية مشكلة في موضوع سرعة الحرق كمان يعني لازم كبار السنة يبقى معدل الأكل نعرف عامل ازاي لأن التمثيل الغذائي عندهم وسرعة الحرق بتقل والحركة بتقل مخاطر السمنة عليهم حاجات كتيرة جدا بيعرضهم لسكر نوع تاني مشاكل في المفاصل مشاكل في الركب يعني أي حد تخين شوية ما بيقدرش بعد كده يمشي مشاكل في الضغط مشاكل في الدون السلسية في الدم أعتقد ممكن ما بفيه مشاكل حتى في النفس في التنفس طبعا وبالذات كمان وأنا نايمة بتحس كرشة نفس كمان فكل الحاجات دي احنا في غنى عنها وجاية معك النهاردة يا كريم أتكلم إزاي نقدر نخس بطريقة صحية وما نحرمش نفسنا من أكلات من حبها أكيد هنحرم نفسنا بقدر الإمكان من السكر ومشتقاته لكن إزاي نقدر نخس ونأكل إحنا عايزينه بس with very small amount نعمل ده إزاي هنعمل ده إزاي أولا لازم لكو الألياف كتير جدا الألياف مهمة جدا زي الشوفان زي القمح زي السليم إزاي نقدر نستخدم كمان أنا بكلم على الناس اللي عملت دايت وفشلت معرفتش تخس أو فشلت أصلا أنها تمشي على دايت هتستخدم معانا منتج اسمه بيستا بيستا من أقوى المكملات الغذائية المصرحة من وزارة الصحة اللي شايفين صورتها على الشاشة غنية بالألياف الطبيعية غنية بالشوفان حد يقولي طب يا دكتورة دينا ما ناكل شوفان ونخس لا هو شوفان خدايا لأن لو أخدت كمية كبيرة جدا من شوفان وخلطته بعسل خلطته بفاكهة خلطته بإشتا واتفر دا كل دي كالرز عالب دا كده شوفان هيتخني لكن بيستا دخلوا شوفان دخلوا ردة الأمح دخلوا كشور السليام كل الحاجات دي ألياف لما باخدها قبل الأكل بنص ساعة على كباية مية كبيرة الألياف دي هتمتص المية وتنفش في المعدة فحجم المعدة اللي هيدخل فيه الأكل قل فبدل ما أكل طبق فيه كل الحاجات اللي أنا عايزة كلها دلوقتي هاكون ربع بس والحلو في بيستا أنه بيتحكم لي كمان في معدل الشبع أن أنا بعد ما بخلص بقعد على الأقل أربع ساعات مش حاسة أنا جعانة فدي حاجة كويسة جدا لأن ردة الأمح بتتهدم في وقت فدي حاجة كويسة جدا أنا عندي كمان داخل بيستا فيتامين سي فيتامين سي من أهم الفيتامينات اللي بتساعد لي على حرق الدهون الدهون المتركمة ففيتامين سي كمان موجود داخل بيستا بلس أني عندي مادة الكروميوم اللي بتقدر تزبط لي مستوى السكر في الدم وتقدر تزبط لي مستوى الكوليسترول في الدم وتقدر تحرق الدهون المخزنة يبقى أنا كده عملت قدرت أن أنا أتحكم في معدلات الشبع أتحكم في الشهية بتاعتها المشكلة عندنا في موضوع الأكل الشهية فقدرت أتحكم في الشهية وقدرت أتحكم في معدلات الشبع وقدرت أحرق الدهون المتركمة فأكيد مع بيستا هقدر أخص بطريقة أمنة وصحية طب فكرة أن ستبقى المساحة المتاحة المتوفرة في المعدة هي الربع بس نتيجة أن الألياف نفشت في المعدة طب لما يكون أنا باكل بربع المعدة بس وبعد الربع اللي باكله ده بحس بالشبع لمدة أربع ساعات على حسب كلام أربع خمس ساعات كمان أربع خمس ساعات طيب ده مش بيفقد الجسم فرصة الحصول على فيتامينز وعلى مواد مينرالز وعلى معادن وعلى حاجات زي كده قد تكون مفيدة بالنسبة لي بس أنا مش قادر أدخلها لأن أنا ما عنديش مساح ما عنديش مساح أكيد أي حد بيعمل ضايت بيفقد من الارز ومعادن عشان كده مهم جدا لو أنا استخدمت بيستا طبعا بيستا بيستخدم الناس الأوفر ويت قوي بياخدوا ثلاثة ساشت في اليوم الناس اللي مش أوفر ويت قوي بياخدوا من ساشت لاثنين ساشت في اليوم أو كيس أو كيسين فقط على كوباية مية قبل الأكل بنص ساعة عصير لبن مهم أن أنا محطش فيه سكر وهو قريدي بتعمه طفاح فطعمه حلو قوي أكيد وقت الدايت بفقد معادن وفيتامينات الجسم بيحتاجها يوميا برشح جدا مع استخدام بيستا ألب مالتي فيت أو ألب مالتي فيت ألب مالتي فيت ده مالتي فيتامين مرخص من هيئة سلامة الغذاء متوافر في الصيدليات فيه 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن من أهمهم أولا فيتامين به العائلة كاملة موجود كل العائلة من البيوتين المهمة جدا لعدم تساقط الشعر وده ليس العادي في أي مكمل غذائي أو مالتي فيتامين يعني اللي منهم جواه فيتامين بي ما بيجيش العائلة كاملة؟ لا بيبقى صعب جدا أن نختار مالتي فيتامين في كل عائلة فيتامين بيه لكن ده حاصل هنا حاصل في ألب مالتي فيت فقط عندي الفوليك أسد مهم عندي النياسين ثامين كل فيتامين بيه مهم جدا لقوة عصابنا مهم للحرق بتاعي وتسريع عملية التمثيل الغذائي ومهم جدا للطاقة يعني بتلاقي الناس اللي بتعمل ضايت شوية أعتقدهم بتقل فأنا عندي فيتامين بيه بيعليلي الطاقة وبيحمينا من الكسل عندي داخل ألب مالتي فيت فيتامين سي فيتامين سي مهم جدا للمناع والحرق الضهون ومهم لنظارة بشرتي ومهم لشعري ومهم لإعادة انتصاص الحديد عشان أحمي نفسي من الأنيميا فكمان عندي فيتامين سي وعندي الكالسيوم داخل ألب مالتي فيت المهم جدا واللي بيدعم العظم بتاعنا وعندي أكيد كمان الزنك الزنك من أهم المعادن الموجودة داخل ألب مالتي فيت طيب تعالي نشوف سوز إبراهيم حصل معاقي سوز إبراهيم كان بيعاني من السمنة ولكن الوضع تغير كتير معاها تابعوا معاها اسمي إبراهيم محمد إمام عندي 27 سنة كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85 قبل ما أخص كنت أبعني من حاجات كتير من ضمنها أنا ما كنتش باع فالبس كويس كنتش عارف بمارس الرياضة اللي أنا بحبها اللي هي الكورة كان عندي صعوبة في طلع السلم كان عندي صعوبة في مظهر العام قدام الناس الحقيقة ما كانش فيها أي حاجة محروم منها وأنا باستخدم فيستا بالعكس أنا كنت باكل كل اللي أنا عايزه بس بكميات قليلة بعد ما استخدمت فيستا بصراحة الموضوع اختلف معايا جدا كنت باستخدم فيستا قبل الأكل بنصف ساعة يوميا ما كانش عندي أي مشكلة مع الجوع لأنه ما كانش بيحسسني أن أنا جعان خالص لغير أن طعمه كان حلو جدا كان بطعم التفاح فأكني بالزبط كنت بشرة وعصير بعد ما خسيت بصراحة الموضوع اختلف معايا ما بقيتش عندي أي معاناة في أي حاجة ولا في اللبس ولا في الحركة بعمل اللي أنا عايزه وباكل اللي أنا عايزه الحقيقة بحب أنصح الناس أنهم يستخدموا فيستا طيب دي كانت تجربة أستاذ إبراهيم أيوة مع بيستا وأكيد أنت بتشوفي ردود أفعال من ناس كتير اتعاملت مع المنتج ده طبعا لاحظت إيه يعني إيه إيه لقاسم المشترك الحاجة اللي دايما بتاخد عينك لاحظت طبعا أن كل الفيدباك رائع وستات كتيرة خاصة على بيستا ورجال كتير خاصة على بيستا بس معدل الخصصان بيبقى متفاوت يعني لو حد كل جسم دي قابلية طبعا لي قابلية ولو حد عنده دهون أكتر بيخس كيلوهات أكتر مع بيستا اللي بيتمرن بيخس أكتر من اللي مش بيتمرن كلهم بيخسوا بس المعادلات بتبقى أكيد متفاوتة الخصية دي دينا مش لازم تكون مقترنة بحاجات مش لطيفة من عينة إحساس بالضعف العام الوهن في بنات ممكن تشتكي من تسقط الشعر من تسقط الشعر طبعا دي حاجات يقول لها من الدوافل مش عارف يحصل فيها إيه إنه عدم الأمور طبعا ده بيحصل أكيد مع أي حد بيعمل دايت عشان كده قلت لك برضو يا كريم إن أنا يستحسن مع الدايت وبيستا اللي احنا بنستخدمه إن أنا أعمل ميكسنج مع الكورس يتخذ كامل يبقى معا ألبا مالتي فيت اللي يحمينا من تسقط الشعر شحوب البشرة الوهن الكسل لأن ألبا مالتي فيت داخله 13 فيتامين وعنصر فنقدر نستخدم ألبا مالتي فيت بعد الأكل بنص ساعة أو بساعة وبيستا قبل الأكل بنص ساعة بيستا بيأخد على حسب لو أنا مثلا الظهر وبالليل بيأكل أكلة دسمة أو أكلة كبيرة بأخد اتنين ساشت وبقول كمان للبنات والولاد أو الرجال والستات اللي بيجوا على بالليل ويبدأوا يجوعوا شراهيتهم قدام التلفزيون والأفلام ياخدوا على طول الساشت عشان ما يرمرموش خلوا بالكم الرمرامة دي كارسة الشيبسي أي رمرامة بالليل قبل النوم مع التلفزيون دي كارسة فأخدوا الساشت بالليل ده مهم جدا عشان ما يبقى الشهية بتاعتي أقل ما رمرمش خالص وأكل أكل صحي بالليل أهم حاجة أن أنا منامش وأنا واكلة أكلة كبيرة تقيلة ده مهم جدا يعني في الحالة دي يأكل قبل ما ينام بقديه بساعتين بساعتين على الأقل على الأقل وما يبقاش روز يعني يصلي فيه ناس وبعض من الرجال بيخلوا الوجبة الغدى بالليل ناس الليل بتخلص شغلها متأخر أيوة فنركز برضو هنأكل إيه قابليها بساعتين وبنصح أن أنا أخد الساشت بتاع بيستا يعني لو أنا جالي على بالليل وبدأت حس أن أنا هقعد قدام التلفزيون ولغبط في الأكل أخد الساشت على كباية مياه طب الشخص اللي بضرب له حالة محشي بالليل متأخر لو كان نفس حالة المحشي الضهر هو فيه فرق الضهر طبعا فيه فرق لأن الضهر هيبقى عندي وقت أعرف أحرق شوية بس مش حالة محشي يعني بلاش حالة محشي ممكن اثنين تلاتة اربعة بلاش حلة كلها ده مهم لكن الضهر أنا عندي وقت أعرف أحرق بعد الساعة سبعة أو تمانية بالليل ما فيش حرق في الجسم أصل بتخزن الدهون على بتتحول الدهون بتهيق لي دايما مشكلتهم أكبر من غيرهم الناس اللي هي بتشتهي الأكل الناس اللي هي مزاجات ليه قوي في الأكل وإحنا كمصريين وإحنا موظمنا كده ويشم ريحة سندوتشات كبدة عد عربية عربية تفول هو إحنا كمصريين بنحب الأكل وإحنا معروف المطبخ بتاعنا عامل ازاي فعشان كده بيستا قدر يعالج القصة دي نوعا ما إنه هو يقلل الشهية يقلل الشهية زاي إن المعدة لما بيجي تيجي الألياف دي بتنزل المعدة وتسحب المية وبتنفش أكنك عامل عارفة عارف مثلا البلونة اللي بتتعامل الجراحات اللي بتتعامل أو تتميم المعدة طبعا الأوفرويت جدا اللي هو فيه خطر بقى سمنة مفرطة ولازم أنزل دلوقتي أكيد وقتها بقول لهم ألجأوا الجراحات السمنة مفرطة وممكن بعد ما خلص الجراحة بتاعتي أو العملية بتاعتي أمشي على بيستا كنوع من أن أنا أحافظ على وزني لكن الناس الأوفرويت وعايزة تخس اللي هو مش خطر بقى اللي هو عد البي أم آي بتاعي معادي الأربعين والخمسة واربعين لا لو أقل من كده شوي أقدر أعتمد على بيستا هل هناك موانع للاستخدامه؟ موانع للاستخدام أو أعمار معينة من بعشة استخدامه لا هو كل الأعمار ابتداء من 13-14 سنة آمن طبعا وآمن جدا لأنه كمان وقت ترخيص من وزارة الصحة المصرية فده بدين الأمان وموجود في السعيداليات وده بدين الأمان طب الناس اللي عندها أمراض مزمنة مثلا سكر ضغط سكر أولا طبعا داخله الكروميوم بيزبط لي مستوى السكر داخله الكروميوم بيزبط لي مستوى الكوليسترول هو آمن جدا ما فيش مشكلة لو عايزين نسأل الطبيب المعالج الحامل أصلا ما بتعملش ضايت فمش هتحتاجه ممكن بعد ما بتخلص الحامل والرضاعة وعايزة ترجع تخس تبتدي تستخدمه لو عندي لقدر الله فشل كلوي أو تلايف لقدر الله في الكبد أو أي مشاكل في الكلاو الكبد أكيد أنا بنصح باستشارة الطبيب فورا يعني لأي حاجة مش بس بيستا لكن ما دون ذلك فهو منتج آمن لكل الأعمار بالزبط أي أن كان حالتنا الصحية عاملة ذلك طبعا ما فيش أي مشكلة معي هل في أي مفاهيم مغلوطة عند الناس لحظتيها بحكم طبيعة شغلك يعني فيما يتعلق بمسألة السمنة أو الأكلات اللي بتؤدي إلى السمنة أو العادات والسلوكيات اللي بينتج عنها سمنة العادات والسلوكيات اللي بتؤدي إلى سمنة زي ما أنا بقول لك الكمية السكريات اللي بتاخد عمال على بطال البنبوني اللي 24 ساعة بنأكل الجيلي الحاجات المصنعة كمية اللحوم المصنعة الزيود الغير صحية ممكن مثلا حد يقول لي الدهون الصحية الدهون الصحية الناس تفتكر أنها بتعلي مستوى السكر دهون الصحية ما بتعليش مستوى السكر بالمناسبة السل من دهون الصحية زيت الزيتون من الدهون الصحية هيا كانت كميته لا ما بخدش كمية كتير يعني يعني ما بخلص زيت 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 الزيتون على أكس يعني ممكن واحد يتعامل معها باعتدال باعتدال جدا ما فيش مشكلة ومبقاش فيها خطورة والمكسرات من دهون الصحية مهمة جدا حتى للمخ وعلى طول بقول نقطر من البروتينات بتاعتنا لو عايزين نخس البروتينات مهمة جدا لأن البروتينات هي اللي بتعملي العضلة بتاعتي بروتين مع تمرين ونقلل الدهون أكيد كل ده هيخلي معدل الحرق عندي أحسر ونخس بطريقة صحية فلازم نعلي البروتينات عندنا ده المطلوب هي نخس بطريقة صحية دي هي المطلب الأساسي عند كل الناس اللي بتشتكي أو بتعاني من السمنة يا رب هون كلامنا مفيد لحضراتكم وطبعا بأشكرك يا دينا على وجودك ربنا يخليك يا كريم وإن شاء الله نشوفك على خير إن شاء الله وإشكرك ومشاهدينك كل مكان وإن شاء الله نشوفكم على خير في يوم جديد وحلقة جديدة من عشر الصبح في الأهلي إلى اللقاء